تراجع إحدى وحداتها خلال القتال في كارباخ يظهر الفيديو ضربات على معدات ذربيجانية وكذلك تحركات مجموعة كبيرة من الجنود وإزارة الدفاع الأرمينية كانت أعلنت أنه منذ بدء الأعمال القتالية في كارباخ فقدت ذربيجان مائة وثلاثة عشرة طائرة مسيرة ومائتين وخمسين مركبة مدرعة النار والدمار والقصف هي اللغة السائدة في إقليم ناجورن كارباخ منذ نحو إسبوع قصف أذربيجاني عنيف على الإقليم المتنازع عليه بين باكو وياريفان فتدهور الأوضاع بنحو لافت بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين دخل مرحلة متأزمة مع غياب الوساطات الجدية لإنهاء الحرب نائب الرئيس الأذربيجاني حكمة حجير أكد أن الجيش الأذربيجاني سيرد على ما سماه الاعتداءات الأرمينية القوات المسلحة الأرمينية تواصل عمدا استهداف المناطق السكنية والمدنيين في أذربيجان وسقط أكثر من ألفي قضيفة على مدينة تيرتر وهذه تصرفات وحشية وبربرية وغير إنسانية وأن العمل الذي ارتكبته أرمينيا ينتهك بنحو صارخ القانون الدولي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أشار إلى استمرار القتال على خطوط التماس في بعض المواقع تكون قوات جيش الدفاع في مواقع صعبة وفي مواقع أخرى تسيطر على الوضع وتمكن جيش الدفاع عن نغورنو كارباخ من شن هجوم مضاد قوي وسجل تقدما كبيرا ودمر عدة وحدات خاصة لأذربيجان وبالتزامن مع تواصل المعارك دعت أرمينيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال جمهورية كارباخ غير المعترف بها دوليا وأبدت ياريفان استعدادها لإجراء مفاوضات حول نغورنو كارباخ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موسكو أعلنت بدورها أنها قد تنشر قوات لحفظ السلام في كارباخ في حال موافقة طرفي النزاع وأبدت ياريفان استعدادها لمناقشة اقتراح موسكو ضمن مجموعة مينسك فيما اشترت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ضمان حيادية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبدء المفاوضات وفي الوقت عينه رفضت باكو اقتراحا أمميا بتخصيص مساعدات إنسانية لسكان الإقليم المتضررين من المعارك إلى ذلك أعلن المرصد السوري المعارض مقتل ستة وثلاثين مقاتلا نقلتهم تركيا من سوريا وليبيا إلى ناجورن كارباخ في ظل اتهامات متبادلة بين باكو ويريفان باستعارة كل منهما بمقاتلين ومرتزقة أجانب ترجمة نانسي قنقر